السلام عليكم ازيكم اخواتي عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير طبعا اجدعان زي ما انتوا شايفين كده الصندوق المميز الجديد لسه نازل معانا حالا حرفيا انا صاحبي لسه نازل معانا دلوقتي وطبعا اجدعان هنفتح في الفيديو ده على الصندوق المميز الجديد عشان طبعا صاحبي تشوف نسبة الحظ انت كمان قبل ما تفتح وطبعا بقى صاحبي اشرح لك على نظام الصندوق المميز الجديد عشان برضو قبل ما تفتح تكون عارف الحظ والحظ كويس ولا لا وكمان تكون عارف النظام وانت بتفتح وتكون طبعا معلم عارف كل حاجة فيلا بينا على طول كده صاحب نبدأ في الفيديو قبل ما نبدأ ما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وصلى عن نابع عليه الصلاة والسلام وبس كده يلا بينا على طول يا معلم نبدأ في الفيديو اول حاجة كده طبعا صاحبي هنفتح مع بعض سنديق المميزة اللي معايا وبعدها طبعا معلم هشرح لك ازاي انت كمان تجمع سنديق مميزة لو انت اصلا مش معاك سنديق مميزة مبدأين كده صاحبي والنظام السندون المميز اول حاجة كده طبعا معلم انت عندك كل ما بتفتح اكتر كل طبعا صاحبي ما بتاخد مكافئات مضمونة يعني عندك طبعا معلم اول ما تفتح 10 فتحات فهتاخد هنا طبعا صاحبي جزء الشعار الخرافي ده وبعدها طبعا هنا هتاخد معادل الميني او معادل الـ DMR اللي هو الميني طبعا وطبعا صاحبي على الفتحة رقم 25 هتاخد جزء من قطع او اجزاء الماتيريال واخر حاجة طبعا معلم اول ما تفتح 120 سندوق مميز الفتحة طبعا رقم 120 هيطلع لك طبعا صاحبي سكن ميني الجليد او ميني التلج يعني اللي بيتطور بشكل مضمون يعني يا صاحبي لو معك 120 سندوق مميز كده كده في الفتحة رقم 120 هيطلع لك طبعا صاحبي سكن الميني بشكل مضمون المهمة طبعا صاحبي بيكون عندك هنا معلم اول ما بتفتح 50 سندوق بيكون طبعا عندك هنا فتحة مضمونة هيطلع لك حاجة من الحاجات اللي امامك دي وانت وحظك ممكن طبعا يطلع لك الخوزة ممكن طبعا صاحبي يطلع لك سكن الميني نفسه يعني يا معلم انت وحظك ممكن تطلع لك سكن النيت دي أنت وحظك طبعا صديقي فيلا بينا على طول كده طبعا يجد عن نفتح على السندق المميز يلا بينا كده نفتح أول حاجة 10 سندق طبعا يجد عن أنا معي 20 سندق أنا طبعا مش مجمع السندق مميزة كتيرة بجمعاني السندق كلاسيك أكتر بس يلا طبعا أمعلم نفتح 10 سندق كده ونشوف الحظ بيقول إيه أول حاجة طبعا أمعلم أنت عندك هنا بس قطعتين مسك في السندق المميز والبقى كلها طبعا حاجات تسطورية وأهم حاجة طبعا المينيا معلم اللي بيتطول فيلا بينا على طول كده جدعان مع أول عشر فتحات بحظ كل إخواتي اللي عملوا لايك للفيديو ونشوف طبعا بقى معلم هتطلع لنا إيه في العشر سنديق دول أول عشر فتحات دول يعني يلا بينا كده وبسم الله طبعا مفيش أي حاجة لغد دلوقتي زي ما انت شايفين طبعا جدعان ما طلع لنوش أي حاجة حرفيا في العشر سنديق دول دلوقتي طبعا جدعان نهفتح فتحة بفتحة أحسن يعني وعلى الأقل يكون نسبة الحظ أحسن من كده أو الحظ يعني يكون أحلى من كده أو يطلع لنا أي حاجة يعني احنا هفتحنا عشر سنديق مرة واحدة ما طلع لنوش أي حاجة نفتح بس كده صندوق إمداد نفك بالحظ كده معلم صندوق واحد بس إمداد نفك الحظ يعني معلم بأي حاجة فتحنا كده صاحبي صندوق إمداد ويلا بينا نرجع تاني هنا على السنديق المميزة ونفتح طبعا صاحب ونقوم بال quickly كل ده ثانية مرة واحدة كل ده ثانية مرة واحدة وtransطل في درس إلا هيطلع علينا حاجة طبعا معلم حرفيا مفيش مفيش أي حاجة جدعان رادي تطلع ولا عشر سنديق مرة واحدة ولا صندوق صندوق يعني هو كده كده الحظ مفيش يعني دي طبعا مكافأة مضمونة اللي هو المعادل بتاع الميني ده أنا كده كده مش هستفاد منه بأي حاجة إلا أصلا لو اسكني الميني طلعلي يعني صاحب المعادل والإسكوبات الملونة والكاتم والكلام ده مش هتستفاد منه في أي حاجة إلا لو السلاح نفسه طلع لك فيلا بينا جدعان على الصندوق اللي بعد كده ونعمل تخطي طبعا شوف هتلع لنا في الصندوق ده كل الحاجات طبعا اللي بتطلع لنا دي معاي أصلا وهنستبدلها بعملات سيرفر في الآخر يلا معلم نعمل تخطي أول ما تضرب بألمس الأرض يلا بينا جدعان أول ما تضرب بألمس الأرض هنعمل تخطي على طول ونشوف طبعا هتلع لنا إيه فيش همعلم يلا بينا بعد كده الفتحة رقم 20 شوف طبعا يمكن يطلع لنا أي حاجة في الفتحة رقم 20 حرفينا جدعان أنا كده كده مش معايس أنا دي مميزة كتير يعني 20 صندوق بس بس برضو مفيش حظ خالص ولا طلع لنا أي حاجة يعني حرفيا أنا معلم مفيش الحظ مش أحسن حاجة أصلا يعني في الصندوق المميز الحالي ده كده طبعا معلم ده بالنسبة لشرح نظام الصندوق المميز وطبعا يعني صاحب يفتحنا 20 صندوق المميز اللي معانا يا معلم وانت برضو صاحب شوفت الحظ طبعا أنا مش معاي 50 صندوق عشان تشوف كل حاجة والفتحة المضمونة هيطلع لنا إيه والكلام ده بس طبعا يعني فتحنا 20 صندوق وشوفت طبعا صاحب انت الحظ بناء على 20 صندوق دول فإزاي انت كمان بقى معلم تجمع سندوق مميزة آخر حاجة طبعا كده في الفيديو عندك كده طبعا صاحب لو رجعت تاني معلم على السندوق المميز فعندك طبعا صاحبي السندوق المميز لسه نازل معنا حالا أو يعني لسه نازل معنا من 10 دقائق المهمة معلم متبقي معك 32 يوم على انتهاء السندوق المميز يعني معلم 32 يوم بعدها السندوق المميز ينتهي معاك يعني انت لسه معاك 32 يوم كده فطبعا معلم لو كل يوم كده دخلت على الشوب وانزلت طبعا صاحبي على الكنوز وهتي انزل تحت خالص هتلاقي عندك طبعا معلم كل يوم عندك ان انت تجيب صندوق مميز هتجيبه طبعا بمئة عملت سيرفر اكيد طبعا يعني معاك عملت سيرفر وكل يوم كده طبعا صاحبي هتجيب صندوق مميز يعني همعلم خلال ال 32 يوم او حتى ال 30 يوم اللي الصندوق المميز موجود معاك فيهم يعني فكل يوم كده طبعا معلم هتجيب له 5 كسائم سندي مميزة وهتجمعهم كده طبعا صاحبي هتخليهم صندوق وكل يوم كده طبعا صاحبي انت بتجمع صندوق مميز فخلال طبعا معلم التلاتين يوم دول هتكون جمعتلك كمان تلاتين صندوق مميز وتفتح بها معلم وتحاول ان انت توصل للفتحة رقم خمسين وبعد كده طبعا صاحبي تفتح هنا ويمكن يطلع لك الميني او اي مكافأة مضمونة طبعا لو انت عايز الميني بشكل مضمون وكده كده يطلع لك الميني لازم طبعا معلم يكون معاك مية وعشرين صندوق على طول طبعا صاحبي الميني هيطلع لك دي كده طبعا اجدعان اول طريقة صاحبي تجمع بها سندوق مميزة عندك طبعا طرق كتيرة وانا طبعا شارح كل الطرق دي في كل الفيديوهات يعني او معظم الفيديوهات اللي فاتت في القناة وعندك برضه صاحبي لو جيت كده معلم على الشب وانزلت طبعا على ثاني واحدة فطبعا برضه صاحبي كل يوم كده بيكون عندك معلم هنا صندوق فريق او مجانا طبعا الصندوق ده صاحبي ممكن يطلع لك فيه صندوق مميز كده مجانا او حتى قسيمة صندوق مميز وكده كده برضه بيطلع لك عملات جي فبتفتح صاحبي كده الصندوق ده بصفر شدة وانت وحظك طبعا يطلع لك اي حاجة عندك بعد كده برضه صاحبي الانجازات الانجازات حرفيا معلم يعني اكتر طريقة اصلا انت تجمع منها سندوق مميزة بتشوف طبعا الانجازات اللي عليها سندوق مميزة كتيرة وبتبدأ طبعا صاحبي ان انت تنفذ معلم الانجازات دي او يعني ان انت تحاول ان انت تخلص الانجازات دي عشان طبعا بقى معلم تكسب نقاط انجاز عالية وكمان صاحبي سندوق مميزة تفتح طبعا بيها على الصندوق المميز الحالي قبل طبعا معلم ما ينتهي وهو اصلا لسه نازل معانا يعني مش هينتهي دلوقتي بعد اثنين وثلاثين يوم فعايزك برضه صاحبي تكتب لي في التعليقات اي رأيك طبعا في حظ الصندوق المميز الجديد وتكتب لي برضه انت فتحت كم صندوق وطلع لك حاجة ولا لا بس كده طبعا صاحبي ده فيديو النهاردة لو الفيديو عاجبك ما تنساش تعمل لايك وتشارك في القناة واشوفك في فيديو جديد وسلام